موسيقى اهلا بيكو في حلقة جديدة من عمال ايضايا النهاردة هنقدم مع بعض رؤاء بالخضروات واللحمة المفرومة وهنعمل مع بعض شربة البصل عالطريقة الفرنسية نطلع مع بعض فاصل ونرجعتين موسيقى 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 اول حاجة هنبدأ مع بعض بالمكونات وهي عندنا هنعمل الرؤاء النهاردة بطريقة مختلفة شوية وهو هندخل اللحمة المفرومة المعصجة مع الخضروات ممكن نستغنى على اللحمة المفرومة ونعملها برضو بطريقة مبتكرة يبقى بالخضروات هنعمل البسلة الكوسة بتنجين جزر بطاطس والبصل ومعينا طبعا السامنة بقى والزيدة اللي احنا ايها نستخدمها والشربة اللي لاغنا عنها اول حاجة عايز اعملها ان انا اعمل الخضروات الاول اهو هشوحهم كده بحت التومة صغيرة هحط البتنجين اهو بسلة والكوسة عايزين بقى نعمل ايه صنية رؤاء كده حلوة وتبقى مختلفة وتمتنوعة جزيدة مش عايزين نعمل الحاجات التقليدية علشان التغيير برضو بيبقى حلو قوي دايما في الطبيع بنحب التغيير نحط الجزر الالوان كمان في الاطباق بتبقى ممتعة موسيقى 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 هسيبوا بقى ايه يعمل كده شوية اهو عايزين ايه نسويه هفت معي شوية زيت كده خفيف علشان يعني مش خفيف قوي بس هما كميه فايه في الدوبت كده كده يلا بقى نبدأ ايه خطوة تانية وهي دهن الصينية هندهنها بالثامنة عمبك بقى السامنة البلدي عندك السامنة بقى الفلاحي عندك الحاجات بقى الحلوة دي وعايزين ايه طبعا هي الاكلة تقيلة شوية تين تلاتة اربعة بس تستاهل يعني فيه الرؤاء اللي بيبقى طاري وفيه اللي بيبقى ناشف دايما يعني بفضل الناشف علشان الطاري بيجلد كده لما يعط وهنا برضو حبينا انطاري حبينا على ايه برضو انت بتبقى عندك الامكانية موجودة تزبطي زي ما انت عايزة هنحط ايه اربع طبقات اربع طبقات وايه نبدأ بالحشوة مع بعض وبرضو حبينا ايه انا هدخلوا الفرن بس حبينا ما تدخلوش الفرن وتعملوا على النار هيبقى حلوة قوي بس هتطاري تقلبيه طبعا كل شوية علشان ايه تعرفي تسويه من جميع النواحي بقى مش هيبقى الفرن كامل اهو احنا عايزين بقى ايه احنا كده حطينه قوله بالطومة ويبقى حلو ونزبطه بقى نزبط له الملح برضو بتاعه اهو علشان ينتعم ويبقى حلو وبرضو احنا بقى ايه بالنسقي الرؤق بالشربة برضو الشربة بتبقى حلوة فايه دايما الاكل كل ما كان فيه نكاهات اكتر كل ما كان متحبش متحبش دي كلمة يعني انا متعودة اقولها صراحة على طول عشانا من النوع اللي بيحب الاكل المتحبش قوي فايه اهو اهو كده حلوة قوي احاول اشوف بقى ايه ايه غطى كده يبقى كبير شوية اشوف هنا غطى ده مش عارف هيبقى ايه صغير مش مشكله بس عايزين ايه ياخد شوية بخار نبدأ بقى مع بعض بايه عندنا اه تنضيف بقى الحلل والاستخدامات بتاعتها والحاجات دي برضو بيبقى مهم جدا 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 ف الحلال التفال الحلال السيراميك بيبقى احسن حاجة ليها اما تستخدمي معلقة سيليكن يتستخدمي معلقة خشب بيبقى افضل حاجة ليها يعني منحاول ان احنا ما ننهيش عمرها على قد ما نقدر ونقعدها معانا اطول وقت ممكن انها متتخربش ومتتجرحش اوكي عندنا برضو حاجة المادة اللي هي القوية جدا مضادة للجراسيم والفتريات وهي بايكربونات السوديوم ده حاجة مش عاديين نستغنى عنها خالص عندنا في البيت بصوا بقى احنا هنعمل ايه كده اوكي من ناحية دي هنحط كده من ناحية دي هنحط اوكي شايفين كده معانا اجد كده اهو كده ده كده هيبقى ايه اول راق معنا شايفين مزينه يشرب بس كله ايها ايها كده لنبقى هنبدأ في ايه في ان احنا نفرد اللحمة المفرومة اهو شايفين وهنقلل بعد كده بقى ايه في الرقل اللي جاي للشربة لان الشربة كل ما بنطلع اهو كده خلينا نيجي جنبها اهو كده عندنا بقى الخضار استوى وبقى حلو ازاي اخد البخار بتاعه نبدأ بقى ايه برضو نفرد كده معاه اهو هنحط انواع اللي انتي بتحبيها عايزة تزودي نوع معين بتحبيها عايزة كل الحاجات دي ممكنة اهو يتفرد بس كده زين ايه نفردو حلو اهو بسو بقى كده يطلع بقى معين حلو وبيخش الفرن يبقى روعة اهو كده كده نجيب هنا با كده انه ايه هياخد اللي تحته بس وحنا عاملين ايه التكنيك انه ده اللي تحته هياخد من اللي فوق كيف هنعمل ناحية واحدة واللي تحته هياخد اللي فوق هي دايما الصينية بتاخد مش اكتر من ايه نرقين كده فوق بعض اهو اهو بسو بقى كده يطلع ويبقى حلو قوي معين نبقى ننزل هنا كده اهو اهو ونحط معي بقى الخضار اهو بسو بيبقى بيطلع روعة وجديد وطعم كله حلو اهو نعمل بقى كده اهو وزي ما اتفقنا حابين نشيل الاااا اللحمة المفهو elevate وحابين نعمله بس بالااااا اهو اهو حابين نعمله بس بالخضار مافيش مشكله اهو نبدا بقى كده واهو ايه هنقوم بحوك نور وايه هنديله بقى ده هنتسلمنا بقى بتاعته اهو اهو بصوا بقى كده الرؤاق لما بيتعامل بقى بالشربة الحلوة الدسمة بيطلع هيل زي شربة الكوارع شربة البط عندنا ايه كذا حاجات دسمة عندنا يعني عايزين نشمر ليه عشان نعرف نأكل اهو وهندخل الفرن وهتدعولي لانه بقى ما دخل وارجع لكم كده احنا دخلنا الفرن وبعدين ايه نطلع فاصل بقى مع بعض نزبط الحاجات اللي هنا نزبط حاجات الشربة ونرجع مع بعض تاني نجعنا لكم بعد الفاصل الرؤاق هي صناعة الرؤاق طلعت معانا طلعت شكلها خطير هنخش لسه فيها كمان شوية استنوا بعد ما نخلص الحلقة بعدين هنبدأ بقى معانا في شربة البصل من احلى الشرب اللي ممكن نشربها لو عملناه بطريقة سليمة اقولكم مكوناتها سريعا متكونة معانا من زبنة وعندنا البصل هنجيب بتاع 6 حبات بصل ونقطعهم عشان نعملهم كارامالايز بالزيت وعندنا الجبنة مشكل عشان نحطها في التقديم تطلع حلوة قوي عندنا التوم ورق اللورة المرأة وعندنا برضو العصير العنب وعندنا الزعتر بيطلع حلو جدا تعالوا بقى نعمل مع بعض الكارامالايز او البصل الميت كارمل هنحط الزيت وهنحط معه البصل اهو طعامها بيطلع حلو جدا جدا ومختلفة وبالدف في دفة مش طبيعي واحنا دلوقتي ده اللي احنا منتوسل الي عايزين ندف اهو بصوا بقى كده من الحاجات الحلوة قوي 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 شربة البصل فايه فعايزين نزبطها مع بعض بتطلع حلوة قوي ووريكوا طريق التقديم كده حلوة وايه عايزين نعمل شغل شغل فنادي اهو تمام بصوا كده بقى هندبله يبقى حلو جدا اول الحلقة كنا منتكلم على ايه على بايكاربونات ستوديو عندنا بقى هي مادة قوية جدا مضادة للجراسيم والفطريات ولها فواد مختلفة وايه كمان لها استخدامات عديدة ايه هي الاستخدامات احنا ممكن نحطها على البشرة عشان نخفف الحبوب بتبايد الاماكن الغمقه عندنا برضو وده اللي التفتيح وعندنا برضو طبيض السنان هي حاجة بتساعد على التخلص من قشرة الشعر والريح وعندنا برضو ان هي ساعات بتتشرب علشان الحمودة هي من الحاجات المهمة جدا في البيت او في مطبخك ما ينفعش تستغني عندها وفي ناس كمان بت بت يعني بتنظف بيها ريحة الاحذية وبرضو بيشيل بقع الشاي والقهوة والبكتيريا بتاعت الفواكه فهو من الحاجات اللي ممكن تكون مميزة جدا حاجات مهمة جدا مادة فعالة بسيطة جدا بس ليها تأثير قوي جدا على حاجات كتير جدا من الخصوصيات او الخصائص عندنا في البيت تعالوا بقى نرجع للبصل اهو بصوا بقى كمان عايزين بقى ايه زي ما اتفقنا برضو ارجع واقول تانية دايما احب اتديكم المصايح كل مرة اللي شافوا واللي ما شافش عشان نفكر بعض اه دايما نسهل على بعض الطبيخ هنسهل على بعض الطبيخ ازاي يا جماعة هنسهل على بعض الطبيخ ان احنا دايما نبقى عاملين حسابنا في التدبيل هنتبل الحاجة ونشلها هنعمل الخضار بتاعنا تنظيفه واتفقنا قبل كده ازاي هنقدر ان احنا نحفز عليه في اكتر اه وقت ممكن زي النعناع والحاجات الخضرة ان احنا هنخسلها كويس ونسيبها تنشف وهنحطها يفق كياس يفعلها بس ملفوفة بالمنزيل علشان ما تتبلش معنا بسرعة وعندنا اللحمة المفرومة نعصق اللحمة لو هنعمل النهاردة مثلا نوع من انواع اللحوم في لحمة مفرومة يبقى نعصق اللحمة وعصق شوية كمية زيادة شوية عندك اه اه وقت تطبخي يبقى حلو قوي ما عندك يش انت عندك كده السرعة اهم حاجة في الطبيخ التحذير وده اللي انا دايما بقوله علشان بيفرق جدا معنا لما نبقى محضرين بتخلصي اكلك في يعني 30 دقيقة ساعة الربع بالكتير بتبقى مخلصة كل حاجة التوم المفروم ويمتشال عندك الحاجات اللي هي الجبن الجبن ساعات ممكن تبشريها بس طبعا انا بفضل ان الجبن تتبشر في ساعاتها علشان ما تفقدش النكهة بتاعتها وبرده يبقى انت يحسى بتعم تعمها الحلو اللي لسه فراش اهو شايفينه ازاي كده يدبل بقى خالص هنحطله شوية طول بس انا لسه هسيبه يدبل ها عشان ايه نبقى متفركين عايزين نعمله نكرمله صح وحل ولشان الشربة بتاعتنا تبقى طعمها حلوة قوي وروى اهو لو زبطناها دايما دايما نقول ايه شربة بصل ده لا لو زبطت شربة البصل مش هتستغني عنها في البيت مش عايزينه مقرمش احنا عايزينه دبلان اوكي هنحط ايه خطوط تحت دبلان انا بقى نزبط شوية ملح كده وفلفل هنحص معي ورق اللورة شايفين بصوا بقى كده شكله عامل ازاي ودي من من الشرب يعني الشربة دي بالطريقة اللي انا بعملها دي من الطرق الحلوة قوي الفرنسية اه معمولة بتكنيك لذيذ جدا وهو لما بنيجي نعمل الطوست او اللي عيش بتجيب عيش فينه او عيش طوست وبيتحط كده معاه التقديم ويخش في الفرن بيطلع هايل هيعجبكو جدا بصوا بقى اهو كده بدأ يدبل حلو قوي شوفين ازاي اهو جميل هنحط بقى العصير يدي له طعم حلو قوي نحط بقى ايه اهو سوف نسيبها بقى تغني نسيبها بقى سهلي خالص ندوق بس بقى الطعن نشوف ناقصها اي حاجة محتاجة حاجة ولا طعمها تمام طعمها هيل ممكن ازود لها شوية ملح خفيف والعصير اللي احنا حطناه بيغنيك عن اللمون هنسيبها بقى تغلي وايه نبدأ اولا ما تغلي بدأت تغلي معينا زي ما احنا شايفين نبدأ بقى ايه نحط لها شوية من الجبنة عندنا ده ميكس بقى جبنا ايه مشكلة ميكس بقى كده ميكس بقى كده ميكس بقى كده نبدأ بقى في الغرف وزي ما قلتلكو احنا هنعملها بطريقة لذيذة قوي يا الله مين نعمل بقى مع بعض كده ايه شرب حلوه واتدفينا كده في الوقت الساعة اللي احنا فيه ده ميكس بقى كده كده بصوا بقى هنقوم هاتزين على الوش وهنحط ايه جبنة وندخل بقى الفورن وهتدعو لي يا الله مين الناس اللي بتحب بقى التوست المحمس جنبه عملنا شوية توست كده محمس برضو يتقدم جنبه ويتلع حلو جدا وهنا برضو عندنا اهو يكفينا بقى كلنا برضو انت بقى ممكن يا امه عايزين نقدمها بنفس الطريقة دي حاجة اكبر هتجيبي حاجة اكبر ونروس فيها التوست وتقومي حط عليها ممكن التواجن الصغيرة تتعامل برضو هتطلع حلوه جدا وتخش الفورن فاللي موجود والمتاح دايما هو اللي نعمله اهو طبق شربة بتاع شربة بصل معمولة على الطريقة الفرنسية بطريقة جديدة وحلوة جدا 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 وهتعجبكو جدا وبكده هون تكون خلصنا مع بعض وصفتين حلوين جدا سهلين جدا وفي نفس الوقت ممكن يكونوا مختلفين الى حد ما يلا اعملوهم واقولولي رأيكو على طول ابعتولي واقولولي ايه رأيكو وايه اللي انتو تحبوا تغيروه فيهم اتمنى يكون الوصفات سهلة سريعة عجبتكو استنوني في حلقة جديدة من عمال ايدي موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة